لازلنا في ذات السياق وتجاوبا مع الدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبلغيط من المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ستنطلق بعثة من الجامعة بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصرية التي ستجرى جولتها الأولى يومي الحادي عشر والثاني عشر من أغسطس 2020 سترأس هذه البعثة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس القطاع الرقابة وتضم في عضويتها مجموعة من موظف جامعة الدول العربية ينتمون إلى عشرة من الدول العربية باستثناء جنسية دولة المقرة ومن المقرر أن تقوم البعثة بمتابعة هذا الاستحقاق بمختلف محافظات الجمهورية هدف معينة وقاع المشهد الانتخابي إعدادا وتنظيما واقتراعا وفقا للنظام القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير والضوابط المتعارف عليها وتندرج المشاركة الفاعلة لجامعة الدول العربية في المتابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي تعد الأولى من نوعها بعد إقرار التعديلات الدستورية لعام 2019 في إطار مواكبتها لكافة الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة تحت إشراف السلطة القضائية تجدر الإشارة لأن جامعة الدول العربية قد سبق أن أوفدت لدول عربية وغير عربية عدة بعثات تلبية لطلبات الجهات المعنية بالدول التي جرت فيها الاستحقاقات والانتخابية إذن كان هذا بيان يتوقف عند آخر متابعتنا أو مستجدات انتخابات مجلس الشيوخ ونظام المتابعة من قبل جامعة الدول العربية لهذه الانتخابات المفترض أن تجرى خلال يومين في الداخل وتجرى بدءا من اليوم للمصريين في الخارج